القاهرة وعمان هدوا أحدا من زمان والأردن بيت العرب ومهدي للأديان القاهرة وعمان هدوا أحدا من زمان تعد العلاقات بين الأردن ومصر نموذجا متميزا للروابط الاجتماعية والسياسية والاقتصادية العميقة إذا اتسمت هذه العلاقات دائما بالتوافق السياسي الكامل في الرؤية والأهداف إلى جانب روابط اقتصادية وثيقة عززت سبل التعاون الثنائي على المستوائي المحلي والإقليمي تحت إشراف ودعم مباشر من قيادتي البلدين الشقيقين جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس عبد الفتاح السيسي في الثلاثين من حزيران يونيو عام 2013 احترم الأردن إرادة الشعب المصري وأكد على الاحترام العميق للقوات المسلحة المصرية العريقة ودورها الوطني والمشرف والمحوري الجامع في مصر وفي منظومة الأمن القومي والعربي بدأت مسيرة من العلاقات الأخوية تقوم على تنسيق المواقف وحشد الجهود خدمة للقضايا العربية والإسلامية فشكل المحور الأردني المصري علامة فارقة ومميزة من التعاون الثنائي بالنسبة للعلاقات السياسية الأردن كان دائما ينظر لمصر أنها صاحب الدور محوري أساسي وعميق وهام للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وبالتالي ما تأخر يوما عن إسناد مصر في كل المحافل الدولية وأيضا على المستوى الإقليمي عندما كانت مصر تمر بظروف صعبة كان الأردن هو الإسناد الأكبر وعندما بدأت مرحلة الرئيس عبدالفتاح السيسي كان هناك تنسيق سياسي على أعلى المستويات وكان هناك علاقة شخصية ودية تربط جلالة الملك المعظم مع فخامة الرئيس السيسي وكنا دائما ننظر للخطوات التي يقوم بها الرئيس المصري على أنها تصب بالنهاية في مصلحة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط لأنه أعاد لمصر مكانتها وأعاد لمصر اعتبارها واستطاع أن يجلب الأمن والاستقرار لمصر على الصعيد الاقتصادي تشهد العلاقة بين البلدين نشاطا ملحوظا في مختلف القطاعات حيث هناك 173 وثيقة تعاون مشترك في كافة المجالات ذات الأولوية من بينها الاقتصادي والتجاري والاستثماري والثقافي والعلمي والفني بمن عكس على دفع التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات ذات الأولوية وزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات وتيسير عملية تبادل الخبرات وتشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر والأردن تطورا ملحوظ على مدار السنوات الماضية ليقترب حجم التبادل التجاري من مليار دولار في نهاية عام 2022 كما يسهم القطاع الخاص من البلدين في دفع الاستثمارات في مختلف المجالات لاسيما الطاقة والاستثمار العقاري والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات والسياحة وغيرها من المجالات على الصعيد الاقتصادي هناك ملفات مختلفة بيننا وبين مصر هناك ملف التجارة هناك ملف الملاحة هناك أيضا ملف العمالة وهي من أهم الملفات الموجودة بيننا وبين مصر هذه المؤسسات والوزرات المختلفة تتحدث فيما بينها بشأن الأمور المختلفة دائما الملفات الاقتصادية والعمالية تكون موضع نقاش مستمر وهذا من شأن أن يعزز المصالح المشتركة بين الأردن ومصر على المستوى الاقتصادي وعلى كافة المستويات العلاقات الأردنية المصرية نموذج ناجح للتعاون الإقليمي والاستراتيجي حيث توفر فرصا متبادلة للنمو والتطور لكل البلدين في إطار استقرار المنطقة العربية